اشتركوا في القناة جاس وجاس والحالة هي هي عيتنا الشعارات وحنا هضة طحية يأتي هذا اليوم تخليدا للذكرة 25 وهو اليوم العالمي للنهوض بوضعية المرأة ولنبدي العنف ضد هذه المرأة لقد جعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم كدقي ناقوس الخطر أو كإجراء احترازي للنهوض بوضعية المرأة وللتنديد بالعنف ضد المرأة العنف ضد المرأة ليس له عنوان هو عنف عالمي فالمرأة في العالم بأسره تتعرض إلى العنف إذا أخذنا آخر إحصائيات التي ذكرت مؤخرا هي أن كل مرأة في فرنسا كل سبع دقائق تغتصب امرأة بمعنى أن المسألة هي فعلا مهولة جدا هذا نوع واحد من أنواع العنف ناهيك عن العنف الجسدي ناهيك عن العنف النفسي ناهيك عن التنمر الجنسي ناهيك عن مجموعة من أشكال العنف التي تعاني منها المرأة ديري ديك فيديا والمساوات الفعلية لازم تكون ويا رجال ديري ديك فيديا والمساوات الفعلية لازم تكون هذه الوقفة كتنظمها لجنة تنسيق من أجل إحياء الأيام العالمية والتي هي شبكة مكونا من بعض الجمعيات النسائية والحقوقية كتجيب مناسبة اليوم العالمي للقضاء من أجل القضاء على العنف الموجه للنساء هذا اليوم العالمي من بين أهدف دياله الوقوف على الفضاعة ديال العنف اللي كي تعرضوا للنساء في مختلف أنحاء العالم وحنا في المغرب طبعا من بين بلدان اللي كيستشري فيها العنف ضد النساء واللي يعني إخضاء إبعاد والأشكال جد فضيعة في السنوات الأخيرة الأرقام مهولة فيما يخص عدد النساء اللي كتعرضوا للعنف الأرقام الرسمية أيضا كتقول بأن تنسي نساء معرضت للعنف في المغرب كذلك يعني هناك غياب حماية قانونية للنساء في المغرب القانون اللي يصدر السنة الماضية غير كافي وغير قادر على حماية النساء من العنف ما كيتوفرش فيه الشروط اللي كتوضعها الأمم المتحدة الخاصة يعني بالقوانين لحماية النساء من العنف كذلك ليس هناك أي إرادة سياسية في التحسيس بخطرة العنف وفي نشر قيام المساواة والكرمة المطلوبة يعني نشرها في المجتمع كآلية لمواجهة ثقافة العنف ومواجهة القيام العنفة تجاه المرأة بل هناك محاربة الجمعيات اللي كتشتغل في مجال التوعية في مجال تربع على حقوق الإنسان لهذا فهذا العنف ما كشكش فقط يعني مشكل في حد ذاته بل هو أيضا سبب في انتهاك حقوق أخرى للمرأة لأن المرأة المعنفة هي يعني تتجرد من كافة حقوق الأخرى اللي المفروض أنها تمتع بها وبالتالي هذه مسؤولية دي المجتمع المدني مسؤولية للحركة النسائية ولكن كذلك مسؤولية الدولة بالأساس لأنها هي اللي مسؤولة على وضع شريعات لحماية نساء من العنف هي مسؤولة على وضع سياسة لحماية نساء من العنف في المجتمع متنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام